السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن وله إن شاء الله إلا حلقات إلا حلقات عصر سمانتا إن شاء الله وكفر عصر سمان القيام بالدعوة من لوحر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات قل آنبك بدعوات قل لقنط إلا رسالة الرب رحمة لي وتاء قل لأبتيح وإلا لك الأنواع منتك هاليف رب الله بيوتاء إلا قل لأرئيه وأباه لعباده ولا مجتمعه ولا أمته قل لأنظر لهم أنقاقوا قل لي بلهم والدققوا قل لي بلهم قبي خير قل لرأيوم وقبل شيء منا قل له علهم خطوات قوة دا وبلا أستبدأ وأدي كفو وودا على النبي صلى الله عليه وسلم وميل بالعلا ومواجهته ومنتم دي بقل له دعوات باكل بطرو وإلا دعوات كفعلت دي بقل له وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر نزول هذه الآيات بالدعوة إلى الله عز وجل وحيث أن قومه كانوا جفاتا لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف فقد اختار الله له أن يقوم بالدعوة سرا ولا يواجه بها إلا من يعرفه بالخير وحب الحق ويثق به ويطمئن إليه وأن يقدم أهله وعشيرته وأصدقائه وندمائه على قيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة أنبتاء أول شيء لدعوة بسر أنبتاء لهم لفدته ولا قروبه ولا أسرته ولا عشيرته وأقربه الأقربة ولمن نهامه سب لسانه ولا مسانيته لفدتهم ولفدتهم ولوث قدبه ولوث صدبهم إلاهم لأريا قبقه أور أورو قلمي هيتوم عبادتنا أسنام العبد على أوثان العبد على حجة هيني علا تقولهم لأنه أبونا ودوا على بعبوطاتناك إن ود على أبوناك إن ود على أبوناك إن ود أنحونا لعادتنا أبوناك إن حدقا إن ود على أبوناك إن ود بشريعتها ودينها هو إسلام مطاقا أقول لي إسلام حقته لقبقت عادت لقبقت حاجات مثل الإسلام تعارض لتودى مثل الإسلام الصدام لتودى وددنا إسلام لتقبي وأنطرنا إسلام لتقبي إلا ينتكب الله وينحده ويتحده ويتحده قد كاننا نقدمنا أبوناك إن ودوا على ومنجبه قلما يجب أبوناك إن وإبوناك إن وإن وإن يتعلم وإحيس ويبكت وخير يكونيني خير دي برب الأختياريو وأبو النبي صلى الله عليه وسلم لما تعبوه تلها الله والاخلاقهم عزة نفس وقرور وانفت ومطنعوت الروح تلطنع على اوروكا ولقبقت مشكلتك هين هيني وكتال وبسيف الواجه وعلو والنبي صلى الله عليه وسلم هيني قل له دعوتو قل تتكبت منو وسن قل تيجيس قلو لسبل الوام فتي ولقياهو لسمعو والحق لفتو والعدل لفتو سبله من سفين انده الوام انده امارا انده حرا اوروط ابو ابو مستير بسر الوام لأسير على وابوام انبتا صلى الله عليه وسلم لمقدمة القيام بالدعوات ادي الرعيل الاول منتم باك النبي صلى الله عليه وسلم لانبتو ومنتم بلا دعوتنا اسلام سلف لأسلمو والسلف ذل النبي لأيدو والآمنو ابو والإسلام لتكبتو منتم لهم قل نرأيتو ومنتم هيني السفة الاول توم الرعيل الاول توم رب العالمين خص يوم كمطور نبي بطرو باك النبي صلى الله عليه وسلم علو برسالتنا رب العالمين آبرو ومنتم دي انه يوم ترو الصحابة ردوان الله عليه فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بدار بادرة فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بادرة إلى الإيمان به عدد من من كتب الله لهم السبق إلى السعادة والخير أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أنبتا والإطلاقه قبقه مجموعة ابن وثوم بادروا وتقدموا ربي لكتب أقلهم وربي سعادة ونايجقرة ونايبدرة وقدم سبق أقل لكبقه السلف أقل لكبقه دي بل التاريخ لناصع أقل لتكتبه وواجهات أقل لكبقه وقدم مثل النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين كتب أقلهم جماعات ابن وثوم من دماته للنبي صلى الله عليه وسلم بل آمنوا منتم حتى وكانت لهم على الإطلاق أم المؤمنين خديجة بنت خويلد أولهم وكانت أولهم على الإطلاق أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها خديجة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيتهم بالجنة. لا من قصب ولؤلو. لا نسب فيها ولا خسأ ولا لا 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 نسب فيها ولا تعب. او كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. خديجة ام المؤمنين. دي بقى رحلاء. ودي بقى جبل النور. منو اه انده ما اتقى انده سرين زمنين البلعلى. والسلف لساليا. وحريني. انده نسأل تدي بورق ابا نوفر لجيسة ابو. لدي عودة بنيت. الا ربي خزلك. انت ارحم لتواصل. انت بعض الصدق وبعض امان. امين انت. انجب يلتلت بطرواك على الات. والاشاير لنا يودير. لقلام ما ييسر. ما يسر الاسعيل لعلى. لقي مايك. وتهنقروا عدالكم سلوضاق لعلى. واللي كله تأمر على الات. والاشاير كمان لود ابوها لبيه لي. والسلف الامنت ابوه على الاطلاق. اول من امن من الرجالي. ومن النسائي. على الاطلاق من كل السلف الامنت. خديجة. بنت خويل الامة المؤمنين. زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تعدها. وكانت قد علمت بالبشارات. وسمعت عن الارهاصات. وابسرت ملابح النبوه. وشاهدت تباشير الرسالة. وتوقعت ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي هذه الامة. ثم تأكد لها من حديث ورقة. ان الذي نزل في حراء هو جبريل عليه السلام. وان الذي جاء به هو وحي النبوه. ثم شاهدت بنفسها. ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول اول المدفر. فكان من الطبيعي ان تكون هي اول المؤمنين. جلا بقل له كل رئيت. ولا يجيق شكرا لن بلل عنه. هتا تبيعيته وحقته وقبيته. هتا يقل تقبأ اول المؤمنين رضي الله عنها. كل ايه وبادر النبي صلى الله عليه وسلم الى صديقه الحميم. واللهي ومسنيه مر لفتايه بع المستيره وبع القوماته مسنيه امان وبكر الصديق رضي الله عنه ليخبره بما اكد اكرمه به الله سبحانه وتعالى. او بما اكرمه الله به من النبوة والرسالة. ويدعوه الى الايمان به فامن به دون تردد ولا تعالثم. واسرع الى التصديق وشهد شهادة الحق فكان اول من امن به على الاطلاق او من من الرجال. وكان اسقر منه صلى الله عليه وسلم بسنتين وصديقا له منذ احد قديم. عارفا بسره وعلانيته فكان ايمانه اعدل شاهد على صدعه صلى الله عليه وسلم. اطلاق افضل خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واول من جنت الاتحو Sachen والنبي صلى الله المصديروت ومع بيتوت باك على يوأت جلاب الأمر آمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كم سأله أول من آمن به على علي بن إبي طالب رضي الله عنه كان تحت كفالته صلى الله عليه وسلم مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره ويقوم بأمره لأن قريشا أسابتهم مجاع وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد فكفل العباس بنه جعفر وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فكان كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز البلوق يقال كان عمره عشر سنين وكان يتبعه في كل عماله فلما دعاه إلى الإسلام أجاب إليه وهو أول من آمن به من السبيان إذا أمرنا أول من آمن من النساء من أنز أول آمنت ومن كلهم أول آمنت خديجة من تقوير رضي الله عنه أم المؤمنين ومن نسب الآمنة مسنه ومن لهي أبو بكر الصديق ومن نشبان ومن أولاد ومن نعيش سلف الآمنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودهو 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 وباقو على النبي صلى الله عليه وسلم كفول على اقلم какую أبوه مرة معيل على ولادUD حامع على أقلو كجعفر مثل عامه أبو العباس على وعلي بن أبي طالب مثل النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة قدم وقلودي بإسلام وهتو آمن واتكبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رابعي ومن أول من آمن به مولاه زيد بن حارثة بن شرحبير الكلبي كان قد أسر أيام الجاهلية وبيع فاشتراه حكيم بن حزام بن حزام ووهبه لعمته خديجة فوهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم به أبوه وعمه فجاء إلى رسول الله وكلماه ليحسن إليهما في فدائه فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وخيروا بين أن يذهب مع أبيه وعمه وبين أن يبقى عنده فاختاره عليهما وعند إذن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ من قريش وقال أشهد أن هذا ابني وارثا وموروثا وذلك قبل النبوة فكان يدعى فكان يدعى زيد بن محمد حتى جاء الإسلام وأبطل التبني فدعي زيد بن حارسة اللي يعني زيد بن حارسة بن شرحبير الكلبي اللي أسير على دي بجاهلية دي معركة الطبطة والدبة وباقي حكيم بن حزام على واته يعني لعمة خديجة رضي الله عنها هبايو هياب من حد وهبت لهابيو وهته يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم هبتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم باكند أنتور أبوكم سل أمروا أعماموا ما طاو للنبي صلى الله عليه وسلم ما عملته لأسنيه وراءيه والنبي صلى الله عليه وسلم تعالي زيد نعيه زيد بيليه مثليه لحيسككا ولا مثل أبوكا ومسل عمكا باكم قيس صراحكا قل أطلاق وملح ساكرك الله كمسل بيلا أنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بحسن بيلا ومسل أقل النبي كمسل أختارا النبي دي بقى دام فقره وانتطلاقا لزيد يوم منكم سنغلاجيته وأنا منه لاجيما لورس من دفيرتها أشهد أن هذا ابني وارثا وموروسا وارسني وورس بيلا بسك إسلام مطي زيد والمحمد لبول علو إسلام كمسل مطة كالقد يتتبني ولاد غير ولاد نايا وربعين تتبنيوا لكمسل أبطلة زيد بني حارسة بيلا وإلهم أربع كلهم أسلموا في يوم واحد يوم واحد يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنذار وقام بالدعوة إلى الله وقد قيل عم كل واحد منهم إنه أولى من أسلم إلهم أربع خديجة وأبو بكر وعلي وزيد إلهم حتى معيل أسلموا بيلا وبترتيبت لزاكريلا مؤلف وكمان ذيها الليت أول أورو كان أول منهم الأسلمان بهل وتوم يعني إلهم حتى معيل أسلموا ثم نشطت الدعوة إلى الله أبو بكر رضي الله عنه وصار الساعد الأيمان للنبي صلى الله عليه وسلم في مهمة رسالته وكان رجلا عفيفا مألوفا محببا سهلا كريما جوادا معظما أعلم الناس بأنساب العرب وأخبارها يقصده رجال قومه لخلقه ومعروفه وعلمه وفضله وتجارته وجوده وحسن معاملته ومجالسته فدعا إلى الإسلام من توسم فيه الخير ووثق به من قومه فأجابه جمع من فدلاء الناس بمقدمته من عثمان بن عفان الأموي والزبير بن العوام الأسدي وأبد الرحمن بن عوف الزهري وسعد بن يبي وقاس الزهري وطلحة بن عبيد الله التيمي بيّن لهم أبو بكر رضي الله عنهم الإسلام وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا الله أكبر اللي هيني فتح جديده الله سبحانه وتعالى هدي هكلا دعوات كم سأللي أبوافت حقلا وهكم سأللي أتكبتها وكم سأللي هزماء رب العالمين لسخر يوم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وقل لكم بأو وإذا سهلت سهلت كم سألله جبنا قد تمطع من عانوا ومراحل ومع ذا وموهي لا ترأو لكل إن شاء الله مصدق لنا رأيوته أديه يعني أبو بكر جلاب إلا السفات اللي ألزا نذكر عنها هذه السفات اللي حميدت من شجاعته من كرمه من طيبته من بعال قاته بعال مقصيته بعال إذياته بعال أمانته بعال محابرته بعالهدياته بعال أمرته بعال أنساب بعال مولاد كل الأمرته وقال عرب قسوده بعال حيات قسوده بعال مشكلات بالرسو بعال مقرح بعال شورت قسوده خيرا لحد قسوده إلا بمت وعالو ومقاسيته وناس بعال قط وعال وجهات وعال تجارة كأمور ومشهور ومقبول ومألوف وكريم وإنسان سهل متوادع وطيب إنسان معزم على أبو بكر رضي الله عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فطوالي لأبو بكر مودهلة قيسة ودي بدعوات وخلاص لنبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل أسئل أيوم واتأمانة تحملوا ودقوا بكار قنطة ونشاط مارس قبقه وقيسة ونوسوا تلاكي قبقه ودي مقدمتون مننا جماعة لأبو بكر رضي الله يوم أول عثمان بن عفان قلو تلاكا وزبير بن عوام قلو تلاكا وابدو رحمان بن عوف قلو تلاكا وسعد بن أبي وقاس قلو تلاكا وطلح بن عبيد الله التيمي قلو تلاكا اللهم حمس قلوهم أبو بكر أسئل أيوم وكلهم أسلموا وآمنوا سقلة متي قلقنا اكتفيتوا تحلقات لك قلق لك من دي باربط أمي قلنا واصلتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة